موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الله صلى الله عليه وسلم أنا ختم معتقال حسين علي عبدالله كان محكوم خمس سنوات في قضية ملفقة حكموا خمس سنوات خمس سنوات سواء استعناف صار ثلاث سنوات خلال هاي الثلاث سنوات رحنا نروح زيارة إليه يعني الأمور كانت طبيعية مثل حال حال المعتقلين الباقيين من أحداث جو الأحداث إلي صارت في عشرة مارس اختفى وقمنا ندور نسأل أنا شخصيا رحت كذا مكان رحت جو سألت عالنا سألت هناك عال من الأخوهم قالوا هما يدرون ممنوع عنهم الزيارات ممنوع عنهم الاتصالات رحت قلت لهم يعني أبغى أطلع على الأقل أتكلم يا أحد مسؤولين أو شيء ما رضيوا ممنوع زي قلت لهم شون السالفة ما ندرع عنهم اختفوا من دقوينة بس ما أعطونا أي جو ما أعطونا أي جو كلش حتى شي سبعت في المرة الثانية اللي رحت فيها جو قلت سألتهم قلتهم أبغى قابل أبغى أشوف الشرطيات بنيوا يا ابنين فاهموا أبغىت الشرطيات بعد ما رضوا أولا انتصلوا للدد الشرطيات الشرطة ما روين انتصلوا بعدين قالوا خلاص ما يصير وقلتهم نزيل لنا بحقها أن أنا أسأل على أخوي قالوا لي لا ما نشحب قلت لهم أبوي نزيل يسأل عنا قالوا حتى أموش ما لحق قلت لهم يعني هم صار ملك الدولة صار تصادر أخوي تصادر المهم قلت لهم إذا ما حصلت أي نتيجة بعتصر قالوا بيروح أعتصر بسوي اللي بسوينا رحت رحت تتبلمات قدمت شكوى رحت حقق الإنسان قدمت شكوى بإسمي قدمت شكوى بإسمي ولا في نتيجة ما حصلت ولا نتيجة بس نشكه بتابهم 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 ولا في أي بس مجرد بتابهم وكان محترم أنه بتابهم بس ما في أي نتيجة المهم رحت شي اسمه أقوم ماي أست أعتصرت أعتصرت في دواء علبة مرتين وقالوا لي أنه لازم تمشون وشي نعم رديت أعتصرت في صوب تظلمات مرة جاءت ضابطوا وصارق علينا وخلنا نمشي وردينا أعتصرنا مرة ثانية عقب فترة بعض لأنه ما في عقب كم يوم لأنه ما في أي تجاوب من شسم السلطة من شسم السجن جو وشدي ما في أي تجاوب قمت لأعتصرت اعتصرت اعتصرت أي شديد جو محل هنا وكنا هرايخين قمنا اعتصرنا اعتصرنا في هذه الفترة جاء جاوب ضابط وشارنا قال لنا تعالوا تقلونا تقلونا ووجلونا في مركز المعارب قمنا قالوا لي يا أنت حقيقات وشدي وبعد انطلعت قالوا لي ممنوع اعتصار ممتدون في نفس اليوم قالوا وعدونا هو يتصل في نفس اليوم اتصل بس اتصل بس اتصاله كانت دقيقة تقريباً دقيقة دقيقة واحدة حتى ما عرف من ما ندرى وشنو شنو شنو اللي صار فيه اي شي ما ندرى اي شي بس هنزيم وخلاص اقرب اسبوع تقريباً او اسبوع شوي تقريباً برفت اتصل مرة ثانية نفس الطريقة سبوب هادا دقيقة واحدة بعد ما عرفنا اي شي عنها صارت الزيارة الى من تشاني يوم الحين صارت الزيارة الى رحنا كنا حاطين ايدنا على قلبنا على الاسماع اللي صاير اللي صاير في الجو من الاهالي اللي اسماع اللي صارت الي وصارت الي وصارت الي وضربوهم يوم رحنا الزيارة وشفنا شفت اخوي واحد ثاني ضعيف ولونه اسود شعر ما فيه يعني واحد شفت ثاني يعني ما 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 الملامحان وعرف انه اخويه وصوتا اقول هذا لا هذا واحد ثاني تغير ابغى اتوف ان ديابة bande فسخة الشيدي فانيلة تضي مبكور مارضة اقول له فيك دار قالين لا ما فيه شي نفس الخائف الخائف كيلي بس انا اقول لا تخاف قلي 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 بس قليل ما في شي ما في شيء، احنا احنا اوكي احنا زيني انتوا لحش اخباركم هناك يغير الموضوع كل شي ضيبانا يسأل يقول لنا انتوا شخباركم انتوا شخبار البيرة شخبار شي اسمه اثناني يعني يسأل يضيع الموضوع يعني كل شيء اللي عرفته ان اردنيين هم اللي يضربونهم ولا زال يضربونهم اخوي مو راضي يعترف مو راضي يتكلم، خايف لانا لا الحج مفلقيات لانهم اذا تكلموا يضربونهم اذا طلع اي شيء اذا صيح من صابه هو او من حتى القليل فعلا يضربونهم اشتركوا في القناة